بهدف التصدي لاستفزازات وانتهاكات النظام التركي المتعلقة بالتنقيب عن موارد الطاقة في شرق المتوسط، اجتمع رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس متسو تاكس مع نظيره القبرصيني كوس أنسيسيادس والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في قمة ثلاثية انعقدت بالعاصمة أثناء. وخلال مؤتمر صحفي عاقب القمة قال متسو تاكس إن بلاده تتشارك وجهات النظر مع مصر وقبرص حول إدانة الانتهاكات والاستفزازات الأحادية من جانب أنقرة في شرق المتوسط. وبحسب رئيس الوزراء اليوناني فإن مصر تستطيع أن تكون مصدر للطاقة في البحر المتوسط ولعب دور محوري بشأن ملف أمن الطاقة بأوروبا عامة. هذا وتأتي القمة الثلاثية في أثناء في إطار آلية التعاون بين الدول الثلاث وهي الجوة التأسعة لمحادثات انطلقت في القاهرة عام 2014. يشار إلى أن اليونان وقبرص ومصر أدانت في وقت سابق ببيان مشترك سلوك النظام التركي بشأن رسم خرائط عشوائية على الحدود البحرية الشرقي المتوسط وتوقيع مذكرات غير قانونية كما هي الحال عليه في ليبيا لتنقيب عن موارد الطاقة في المنطقة. فضلا عن تهاك النظام التركي للحقوق السيادية لقبرص واليونان. نقل المقاتلين الأجانب إلى مناطق النزاعات.